يبقى معنا فقرة عين على المنافس كل منافسي نادي الاهلي في افريقيا او في كاس العالم سواء دوري ابطال او سواء كاس عالم اندية او حتى في الافريكا الليج هيكون لنا معهم وقافات مطولة ومفصلة في عين على المنافس في السادسة طيب نروح لمنتخباتنا طبعا يعني احنا منتكلم على يوم 12 يعني يوم الخميس اللي جاي يعني بعد بكرة ان شاء الله اولى لقاءات منتخب مصر الاول مع منتخب زنبي اللقاء الودي اللي انا كنت اتمنى انه يتلغي بصراحة لكن في النهاية انا مستحب قرار على كل الاحوال قرار مستر وي فيتوريا قرار كابتن حازم امام المشرف على المنتخب الاول قرار اتحاد الكرة اين كان هو قرار مين مفترض ان احنا مكملين وهنلعب مع زنبيا يوم 12 و النهاردة هيكتمل عقد المنتخب الوطني بشكل كامل صلاح نضم النهاردة الصبح عرفنا انه وصل الامارات بالفعل ووضح كده معالم التشكيلة في ظل طبعا غيابات بعض اللاعبين المصابين اللي بتاعدوا عن المشاركة النني كمان هيكون موجود يمكن النني اخر مباراة لعبها مع منتخب مصر كانت مباراة بلجيكا اتمنى وانا ما عنديش شك طبعا بما انه المباراة في الامارات اتمنى انه الجماهيل المصرية تملل مدرجات في المطشين سواء مطش الجزائر او مطش زنبيا اتمنى طبعا مساندة منتخبنا الوطني وده مش جديد ومش غريب على جماهيل الكرة المصرية وبالذات في الامارات الشقيقة